السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم نارقا فارس من خلف المايك في هذه الحلقة سوف نتكلم إن شاء الله عن History Brush Tool دعني أشير إلى فائدة أو أهمية استخدام هذه الآدات مثلا أنا لدي هذا الحائط أو الصورة أو أي ما كانت وأريد مثلا أن أحدد أو أقوم بعمل تعديلات على هذه الصورة مثلا بدأت أرسم على هذا الحائط بهذا الشكل ربما قمت بعمل بعض اللون هنا بهذه البراش بعد ذلك قمت بعمل لون هنا مثلا أو أي ما كان العمل الذي أريد أن أقوم به بعد ذلك مثلا أنا في خضم العمل على المشروع أردت أن أتراجع عن هذه الصباغة الموجودة هنا بيا الأخضر في حالة ما إذا تقدمت في المشروع لا أستطيع أن أبقى أضغط على كونترول Z وهو أمر التراجع على الفوتوشوب خاصة أنه سيقوم بعمل تراجع عن كل الأوامر التي قمت بها في التصميم وهذا أمر غير عملي على الإطلاق أيضا لا أستطيع أن أقوم باستخدام الممحات يا صديقي بكل بساطة لأنه سيقوم بمسح البكسل الأساسية الموجودة في الصورة أو في التصميم الأساسي من هنا سيأتي دور الهيستوري براش تول بحيث بإمكاني أن أقوم بمسح البراش أو العمل الذي قمت به وكيفما أريد أنا بكامل الحرية الخاصة به كل الأفعال التي أقوم بها تسجل في الهيستوري براش تول وها هي هنا مسجلة معي يا صديقي إذا لم أستطع الوصول إلى قائمة الهيستوري فقط من الويندو تبحث عن هيستوري وتقوم بفتحها الأمر بسيط للغاية أيضا بإمكانك تحكم بعدد التسجيلات أو عدد الأكشن والأفعال التي يقوم بتسجيلها برنامج الفوتوشوب وذلك من خلال Edit, Preference بعد ذلك Performance وتأتي إلى هنا يمكنك حتى أن تعدلها لغاية ألف ولكن هذا سوف يستهلك من إمكانيات الجهاز لديك لذا إذا كان جهازك ليس بالممتاز أو لا تحتاج الهيستوري لا أنصحك بجعلها قيمة عالية جدا نقطة أخرى جدا مهمة هنا يا صديقي أنه بإمكاني في كل مرة أن أقوم بالتعديل بإمكاني أن أقوم بالانتقال لأي خطوة أريدها ويبدأ بتطبيق الخطوة التي وصلت إليها بإمكاني أيضا أن أقوم بمسح أي خطوة مثلا من القائمة هنا ويقوم بمسحها كملاحظة سريعة فقط كل هذه الأكشنات يقوم بحفظها عندما أقوم بحفظ أو غلق ملف الفوتوشوب وحفظه بصيغة PSD عندما أبدأ وأفتح الملف من جديد سيحتفظ بهذه الأكشن وأستطيع أن أستدعيها مرة أخرى من دون أي مشاكل بإمكاني أيضا أن أقوم بعمل الكثير من التعديلات على صورة أو على نسخة أيضا أستطيع أن أاتي وأقوم بصناعة نسخة أخرى من خلال الضغط على هذا الخيار وكيف أستطيع أن أعرف على أي نسخة بالرغم أنها لاير واحدة هنا كيف أستطيع أن أعرف على أي نسخة أنا حاليا أقوم بعمل التعديلات بكل بساطة على أو من خلال هذا الخيار إذا كان هنا فأنا أقوم بعمل كل الخيارات هنا إذا كانت هذه الفرشات هنا فأنا أقوم بعمل كل هذه الخيارات هنا أستطيع أيضا أن أقوم بتطبيق مجموعة من الأفكتات على الهيستوري منها أن أقوم بمسح كل الهيستوري الذي قمت بعمله حدف والعديد من الأفعال الأخرى أيضا بالمناسبة في هذه الحلقة هناك Art History Brush Tool للقيام بالعديد من الأفكتات على الصور مثلا كل الخصائص العخاصة بالبراش المود الأوباسيتي كلها لا تتغير مثل باقي أجزاء الدورة فلذلك لسه هناك داعي في إعادة نفس الكلام في كل مرة مثلا هذا الأفكت ملاحظة كلما كانت الفرشات أصغر كلما كانت إمكانية التعديل أو الأفكت أكتر نعومة وبإمكان البرنامج أن يحتفظ بالداتا أكتر مثلا هذا الأفكت هذا الأفكت أي أفكت أريد أن أقوم بتطبيقه على الصور نفس الأمر لا أستطيع استخدام الماسك أو التراجع بيال Ctrl Z وإنما بيال Art Brush History وأستطيع أن أتخلص من أي إفكت قمت بعمله مثلا لم ينال إعجابي كانت هذه حلقتنا لي على اليوم أتمنى أن أكون قد وفقت في شرح History Brush Tool ومدى أهميتها وكيف تستطيع أن تقوم باستخدامها على برنامج الفوتوشوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلقاكم في الأجزاء القادمة من هذه الدورة